الحزمة التحفيزية الاقتصادية التالية تشتاز الامتحان الأول في مجلس النواب ماذا حصل اليوم؟ كل التفاصيل أكيد بهذا الفيديو أيضا تغيير اختبار الامتحان الجنسي الأمريكي وإعادته إلى سابق عهده متى يبدأون تطبيق هذا التغيير؟ أكيد نحن نتحدث في التفاصيل أيضا المحكمة الدستورية العلية في الولايات المتحدة الامريكية تسمح لولاية نيويورك بالحصول على الدرائب والأوراق الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب وأيضا نتحدث عن تغيير القواعد المتعلقة بالحصول على البيبيبي لون أو هذا القرد اللي بيسامحوكم فيه المتعلق بالشركات الصغيرة كل هذه الأخبار وغيرها نتحدث فيها بهذا الفيديو الجديد والحلقة الجديدة من برنامج شوفي ما فيه معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار تحياتنا لكم متابعيننا معكم حسين هشم وأكيد حلقة جديدة من برنامج شوفي ما فيه من نستعلم من خلالها إخر التطورات خلونا نغوص بالتطورات دغري اليوم لدينا عدد من المواضيع الأساسية اللي حنتحدث عننا اليوم بداية بالكورونا فيروس وبشكل سريع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وصلت عدد الوفيات جراء فيروس كورونا للأسف الشديد إلى 500 ألف مواطن أمريكي يتوفروا من هذا الفيروس فكل الصلاة لهودي اللي توفوا خسروا حياته نتيجة هذا الفيروس اللعين كل التعازي اللي عيالن نحن ويكون إذا فينا نوقف شوية صمت لأرواح صلاة لأرواح هؤلاء الأشخاص بأمريكا وبجميع نحاء العالم لخسروا حياته نتيجة هذا الفيروس أكيد أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وضمن فيروس كورونا وضمن الحصول على اللقاح فيروس كورونا هناك عدد كبير من الأشخاص اللي عم بيحاولوا يعملوا عمليات تزوير ويعملوا سكام يعني يتضحكوا على العالم ويسرقوا مصريات تم اطلاق تحذير اليوم هيدا التحذير أطلقته الوكيلات الأمنية والشرطة في عدد كبير من الولايات والمناطق في الولايات المتحدة الأمريكية عم بيقول للعالم إذا حدد أقالكم على التليفون عم بيقالكم أنه أنا فيني جيب لكم موعد للحصول على اللقاح وبدوا منكم معلومات شخصية يعني مثل social security number مثل معلومات شخصية personal information وإذا طلبوا بدوا مصاري don't fall for that يعني ما توقعوا بهيدي الحيلي إذا بدي سميها ودغري إذا بتحسوا حدا عم بيعملكون سكام شوفوا شو هو الرقم عملوله report للpolice department للشرطة اللي انتوا هونيكي أو للشرف إذا انتم موجودين بأي مقاطعة في شرف أو شريف المقاطعة كمان فيكم تعملون report بشكل عام عطوا تحذيرات للعالم قالولن أنه عطوهم tips كمان مثل معلومات يكتبوا أرقام الأشخاص اللي عطول بيدقولن ومثل الدكاترة مثل الصيدليات لحتى يعرفوا أنه هاو دي فالد إذا اتصال أنت ما بتعرف هيدا الرقم اللي عم بيدقلك خليه روح على الفويسمال وبس يروح على الفويسمال إذا تركو لك فويسمال بتعرف مين هيدا الشخص اللي عم بيدقلك إذا حدا إذا أنت رديت على التليفون وحدا طلب منك معلومات شخصية دغري سكر التليفون ومعاش يتكمل معن ودايما نعمل لها ريبورت للوكالات الأمنية الموجودة عندكم بالمنطقة ان كانوا شرطة ان كانوا شرف ومطعتوا معلومات شخصية مطعتوا شوشو سيكريتي مطعتوا كريدت كارتس مطعتوا معلومات البنك تبعكم كتير مهم هيدا الموضوع اللقاحات هي لقاحات مجانية فمش مطلوب منكم يعني مراح يقول لكم على التليفون ويقول لكم تعوه بعد أن أعطيكم اللقاح بشكل عام أنتوا لازم تاخدوا موعد لهيدا اللقاح ننتقل دغري للموضوع الثاني اليوم كان فيه قرار كبير من المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية هيدا القرار سمح لولاية نيويورك والبروسيكوتر بولاية نيويورك بالحصول على أوراق وداكمنت لتعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا إلى المؤسسات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سنة 2011 من يناير 2011 لأغسط 2019 فيهم يحصلوا على كل الدكومنتات بالدنياها كان فيه كتير فايت كتير كبيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنوات عم بيحاول هو والفريق الدفاع الخاص فيه أنه يمنعوا وسائل الإعلام يمنعوا المحاكم يمنعوا المبدعيين العامين أنه يحصلوا على كابيز من الإرادات الضريبية أو تاكس ريترامب كما نعرفون نحن للرئيس ترامب كان فيه أكتر من محكمة حتى الفريق المحاميين تبعوا للرئيس ترامب كان عم بيروح من محاكم عصايد الولايات اللي يطلع على محاكم مدن حتى كمان يعني راحوا من مدن لمحاكم الولايات لمحاكم آخر شي وصلوا للسوبريم كورت السوبريم كورت فصلت في هذا الموضوع أول شي فصلت فيه بجولاي بشهر سبعة سبعة أصوات معد صوتين ضد أنه ما فيه إميونيتي ما فيه منع على الرئيس من أنه يسلم الضرائب تبعه فبشكل عام الدسجن اليوم كانت كثير واضحة من السوبريم كورت المحكمة الدستورية العليا على الرئيس ترامب وعلى الشركة التي تقوم بهوض العائدات الضرائبية للرئيس ترامب اللي هي شركة مازارز أنه يقدموا هذه الشغلات لما طلع القرار من المحكمة شركة مازارز طلع ببيان أكدت فيه أنه هي راح تلتزم بالقانون ورح تلتزم بقرار المحكمة وبالتالي راح يعطوا المعلومات إلى المحققين في مدينة نيويورك بشكل عام راح يكون فيه لجنة هيئة محلفين جراند جوري هادي الجراند جوري راح يقدر يشوفوا التاكسات طبعا الرئيس السابق وفيه سرية بهذا الموضوع بس تعرفوا أنتو كمان حتى لو فيه سرية بهذا الموضوع عطول فيه معلومات تتسرب للأعلام فبالتالي بينكشفوا للأعلام كمان برئيس ترامب كان فيه استطلاع للرأي عند الجمهوريين عم بيسألوهن إذا الرئيس ترامب راح وعمل حزب لحاله هل يا ترى أنتو بتأيدوه بتنضموا لأله سوربرايزنلي صراحة بشكل مفاجئ كتير كبير للعالم مش لألنا نحنا بنعرف هذه المعلومات بسبب العالم عم بتأيدو لرئيس ترامب 46% من الجمهوريين قالوا أنه هني راح يدعموا الرئيس ترامب إذا هو بيفتح حزب لحاله 27% قالوا لأ راح يضلوا مع الجمهوريين و 27% تانيين قالوا نحنا undecided يعني بعد ما أخذنا قرارنا لحد هلأ هيده صراحة استطلاع رأي مهم جدا وهيده إلو دلالات كتير كبيرة وخصوصا على الحزب الجمهوري كان في محاولات من مش مكانه لأنه يزعبوا لترامب من حزب الجمهوري بس مثل ما نبين بهذه الاستطلاعات الرأي مثل ما نبين على الأرض الرئيس ترامب مازال لديه شعبية قوية داخل الحزب الجمهوري وترامب لن يترك الساحة السياسية والساحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية عما قريب شكله مكمل وشكله بد يرجع بطريقة أو ما ننتقل إلى الخبر الآخر هو أعلنت اليوم إدارة الرئيس بايدن وبمؤتمر صحفي أعلن الرئيس بايدن اليوم عن تغيير قواعد الخاصة بالقروض الخاصة بالشركات الصخيرة أو كما تعرف بالPPP لون خصوصا الPPP لون كان عم بينحكى أنه الPPP لون عم تستفيد منه الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة مش عم تستفيد من هذا الموضوع فإجاء الرئيس بايدن اليوم وأعلن شغلتين أعلن شغلة رح يطبقوها بس لمدة أسبوعين بتبلش نهار الأربعة بيطبقوها لمدة أسبوعين وهي ما رح يسمحوا ولا شركة كبيرة تعبي على الPPP لون لأسبوعين بس رح يسمعوا للشركات اللي هي عندها عشرين موظف أو ما دون أنه هني هلأ يعبوا على الPPP لون ابتداء من الأربعة لأسبوعين حيلا شركة عندها أكتر من عشرين موظف ممنوع تعبي على الPPP لون لمدة أسبوعين هيدا التغيير الأول الذي حصل وسوف يبدأ تطبيقه هو نهار الأربعة التغيير الثاني الذي حصل وهذا تغيير مهم أيضا ابتداء من الأسبوع الأول في شهر مارس الأشخاص اللي بيشتغلوا self-employed الأشخاص اللي هني بيشتغلوا independent contractors هاودي رح يرفعوا قديش كمية المصارد رح يقلهم يحصلوا عليها من الPPP لون كانوا قبل حسب القوانين الموجودة والقواعد الموجودة قبل ما كان يطلع لهم مصاري كتير هاودي self-employed وال Independent contractors بناء على هلا التغييرات رح تبلج بالأسبوع الأول من شهر مارس هؤلاء الأشخاص رح يطلع لهم مصاري أكتر من قبل لما يعبوا كمان تم تغيير موضوع تاني بالسابق إذا حدا عنده فالوني عنده جناية إذا حدا عليه student loan مش دافقه إذا حدا ما معه جنسية أمريكانية ما كان فيه عبي على الPPP لون ابتداعا كمان من الأسبوع الأول في شهر مارس فكل أصحاب البزنس اسمعوني منيحي بلاز اللي عنده non-fraud related felonies يعني اللي عامل جنايات felonies بس ما خاصة بالفراد ما خاصة بالسرقة فيه عبي على الPPP لون حتى لو عندك فالوني تانية فيك تعبي إذا انت عليك دفعات student loan يعني قرد للطلاب مش عم تدفعوا عليك دفعات عليه كمان فيك تعبي على الPPP لون حتى إذا انت ما معك الجنسية الأمريكية بس معك الجرين كارت أو معك فيزا بأمريكا كمان فيك تحصل على الPPP لون وفيك تعبي على الPPP لون وأعلن الرئيس هيدا الموضوع اليوم وهو قال انه هادا التغييرات اللي هو غيرها هي في محاولة انه يصلوا المصريات تبع الPPP لون للمومس ان بابس بزنسز يعني للبزنسز الصغار اللي هني للعيل يعني هني العيلة بتشتغل فيها بايوا أم بيشتغلوا فيها الإخوة بيشتغلوا فيها البرازرز والسيستر بيستغلوا فيها فهيدا كان الهدف اليوم من هيدا التغييرات التي حصلت التغييرات الأولى سوف تبدأ الأربعة والقسم الثاني اللي حكيت فيه بتبدأ نهار بأول أسبوع من شهر مارس ننتقل إلى الموضوع الآخر اليوم قد أعلنت أنا على الصفحة أنه هناك خبر مفرح جدا بما يخص بامتحانات الجنسية الأمريكية واختبارات الجنسية الأمريكية أو كما يعرف بالcitزنشب تاست اليوم فيه بريس ريليس طلعتها اليو اس سي اي اس أعلنوا فيه أنه هني رح يوقفوا العمل بالامتحان اللي بدأوا العمل فيه من شهر دسمبر من شهر 12 2020 إدارة الرئيس ترامب إدارة السابقة كانت غيرت امتحان الجنسية كما بتعرفوا كان امتحان الجنسية فيه 100 سؤال طلعوا للـ 128 سؤال كنت بدأك تجاوب على عشرة طلعوا للـ 20 سؤال كنت بتنجح إذا جوابت على 6 سؤالات صرت بدأك تجاوب على 12 سؤال لتنجح هايدي التغيرات التي حصلت اللي صار اليوم الإدارة لإدارة الرئيس بايدن رجعت رجعت الأمور كما كانت عليهم من قبل فبناء على ذلك رح يصير أكتر من شهري هلا يمكن نحنا لما منطلع خبر منقول إنه تغير كل عالم أوكي يمكن فيها تقرأ الأخبار ويقولوا أغيروا الامتحان بس فيه تفاصيل بهذا الموضوع لازم ننتبه لهذه التفاصيل ونعرف فيها لأنه في كتير أشخاص منكم يمكن هلأ عندهم الموعد الأسبوع الجي أو الشهر الجي بدهم يعرفوا أي امتحان لازم يأدموا عليه ما فيه ضياع إذا بتحط لهم بس الخبر إنه تغير الامتحان أوكي وشو يعني إلنا لا سمح الله إلنا لا إلهة وما إلنا إلا الله بدك تكمل الخبر لحتى تشرح للعالم شو معنات؟ هذا تغيير هذا القرار ومتى يبدأ العمل بهذا القرار طيب خلينا نحكي عن هذا الموضوع بشكل سريع جدا إخواننا اللي أدموا على الـ 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 يعني اللي أدموا الطلب تبع الجنسية تبعا الـ N-400 من December 1 to 2020 لمارش 1 2021 هاودي رح يعطوهن الخيار فيكن تقدموا على الامتحان الجديد وفيكن تقدموا على الامتحان لـ 2008 يعني أنتو لما بتروحوا على الـ appointment تبعكن على الموعد الجنسية الـ interview تبع جنسية لتعملوا الامتحان إذا أنت أو أنت مقدمين ما بين شهر 12 1-12 يعني 1 دسمبر 2020 لـ 1 مارس 2021 هيدا هيدا الفئة من العالم رح يكون عندهم خيار هني لما بروحوا على الامتحان بينقوه هل ياتولا بدهم يعملوا امتحان القديم تبع المئة سؤال تبع امتحان الـ 2008 هو اللي بلشوا فيه بالـ 2008 اللي هو مئة سؤال بتجاوب على عشرة بيسألوك عشرة سؤالات بتجاوب على ستة بتنجح أو بدك الامتحان الجديد انت بتنقي هيدا الفئة هي بتنقي حيالله واحد معبي بعد بعد 1 مارس 2021 أوكي لحتى هني وقفوا العمل بهذا الامتحان الجديد هني رح يوقفوا العمل بهذا الامتحان الجديد تبع الادارة السابقة بـ 19 إبريل 2021 يعني بـ 19 أربعة 2021 إن كانوا انت عم تدرس الجديد ولا لا هني ما عاش رح يستعملوا الامتحان الجديد حفظوا التاريخ بليز بـ 19 أربعة 2021 سوف يتوقف العمل كليا بالامتحان الجديد سوف نعود إلى الامتحان القديم يعني ما بيكون انت عندك خيار تاخد الامتحان الجديد أو القديم بـ 19 إبريل بس بس اللي عبوا من دسمبر 1 2020 لمارش 1 2021 بيحقلوا ينقوا إذا بدون يعملوا الامتحان القديم أو الجديد بس بعد 19 أبريل بعد 19 أربعة خلاص بيرجعوا الامتحان تبع السمت الـ 2008 يعني بترجعوا الامتحان القديم بتجاوبوا على 6 سؤالات بطريقة صحيحة تمام هلأ أكيدي اللي بيعبوا هلأ بعد مارش فرست هلأ لما بلش تطبيقوا لهذا القرار بعد مارش فرست لما تروحوا بتعملوا البيومتريكس لما بتعملوا البصمات تبعكن بيكونوا رح يعطوكن الكتاب القديم بيرجعوا مش الكتاب الجديد رح يعطوكن الكتاب القديم انتو بتعرفوا لما بتعملوا البصمات البيومتريكس عطولوا بيعطوكن الكتاب لتدرسوا فيه أسئلة الـ civic civic equations اللي هنه 100 سؤال رح يرجعوا للميت سؤال رح نخلص من القصة المية وثمانة وعشرين فهذا فيما يتعلق بالقرار الذي صدر اليوم اليوم صدر هذا القرار وإن شاء الله نحنا منناقش هذا القرار بطريقة أكبر وأشمل وأوسع نهار الجمعة مع الأستاذ المحامي محمد الشرنوبي بنتحدث عن شغلات تانية نهار الجمعة على الساعة ستة بتوقيت مشيغان بنتحدث لجوء بنتحدث هجرة بنتحدث عن اللي بدكن اياه نهار الجمعة بس حبيت أنا أشرح هذا الموضوع لحتى إخواننا بالجالي ياخدوا المعلومات الصحيحة ويعرفوا أمتى رح يبلش العمل في هذا القانون لأنه لما طلع الخبر مش كتير عالم شرحوا الخبر بس حت طول الخبر بس ما قالوا أمتى وإذا أنا قراردي عم بدرس للجديد إذا فيني استعملوا ولا لا فأتمنى أن الشرح اللي نحنا عرضناه بيكون فيدكن ننتقل إلى الموضوع الأخير في حلقتنا لهذه الليلة واللي هو موضوع الحزم التحفيزي وهذا هو الموضوع الأخير لحلقة اليوم إخواننا كما ذكرنا لكم فينا ننزلها لهذه شوية تمام كما ذكرنا لكم اليوم رسميا اللي قبلوا كانوا عم بيشتغلوا لجان كانوا عم بيتفقوا على اللغة نهار الجمعة طلع نص مشروع القانون تبع الحزمة التحفيزية اليوم الساعة وحدة عصرا بتوقيت شرك الولايات المتحدة الأمريكية كان فيه اجتماع للجنة الموازنة بمجلس النواب لتصويت على مشروع قانون الحزمة التحفيزية الثالثة ما بيروح المشروع قانون الحزمة التحفيزية الثالثة لمجلس النواب لا يصوتوا عليه إلا ما يمرؤ من لجنة الموازنة في مجلس النواب وهذا ما حصل إخواننا اليوم اليوم اجتمعت لجنة الموازنة صوتوا على هذا الموضوع ومرأة الحزمة التحفيزية من عند لجنة الموازنة في مجلس النواب مرأة بـ 19 صوت مع 16 صوت ضد والملفت إنه واحد من الديمقراطيين صوت ضد يعني هن 35 عضو المفروض كان نحن يعني على القليل يكون 20 صوت بس 19 مع 16 ضد هيدا 16 ضد لا يعني شيء صراحة لأنه هلأ مرأة صراحة الحزمة التحفيزية مرأة هلأ شو بيصير هيدا الحزمة التحفيزية حاليا الخطوة التالية لإلها هي التصويت العام في مجلس النواب الأمريكي حاليا المهمة على عاطق نانسي بيلوسي نانسي بيلوسي عندها الأغلبية في مجلس النواب أدىهم الأغلبية بس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب مانا كبيره يعني هن فرق بينهم وبين الجمهوريين خمس أصوات فقط فليس هناك مجال لديمقراطيين بشكل كبير انه احدى يعمل اعتراض فبشكل عام المسجر اللي وصلته أو الرسالة اللي وصلته للا القاكس طبعها يعني لا المجموعة النواب ومجموعة الأشخاص الموجودين معها وجهتهم وجهتهم رسالة واضحة وصريحة اليوم رسالة واضحة وصريحة والمصادر كانت تتحدث عن أنه هناك لهجة صارمة من نانسي بيلوسي بنقر رسالة من الرئيس بايدن بأنه ليس هناك مجال للديمقراطيين وخصوصا في مجلس النواب ليعترضوا لازم أنه خلاص الكل يصوت معه فبناء على ذلك الموضوع وبناء على أنه مرأة الحزمة هلأ حاليا من اللجنة الموازنة حاليا سوف يتم التصويت عليها ما تضع ديت رسمي ما تضع هلأ تاريخ رسمي في مجلس النواب مصادر عم تتحدث عن 26 فبراير يعني نهار الجمعة نهار الجمعة في ناس عم بتقول يمكن عشان مرأ بشكل سريع من المجلس من اللجنة الموازنة يمكن يصوتوا عليه قبل الجمعة بس على الأتليست الجمعة رح يصوتوا عليه بمجلس النواب مش بس هيك إخوانا حتى البراسس بمجلس الشيوخ بلش بكرة في اجتماع لمجلس الشيوخ كتير مهم أهم حتى من تصويت مجلس النواب بكرة في اجتماع لمجلس الشيوخ بكرة نهار السلساء هيدا الاجتماع هو اللي بيحدد شو هو اللي رح يروح على التصويت بمجلس الشيوخ وهو اللي بيحدد إذا هيدا الحزمة رح تملو اي ولا لا بمجلس الشيوخ فبكرة في شيرح اسمه Bird Pass اسمه هيدا البراستس اسمه Bird Pass هو اللي بيحدد القواعد العامة لحتى الحزب حزب معين يمرق حزمة تحفيزية او يمرق قانون او مشروع قانون بدون موافقة الحزب الاخر او كما يعرف بيه بـ 51 صوت فغدا اخواننا نهار مفصلي للحزمة التحفيزية لانه بكرة بيحددوا شو هي النقاط رح تمرق وتروح لمجلس الشيوخ وشو هي النقاط المرح تمرق وتروح لمجلس الشيوخ بقلب الحزب التحفيزية الموجودة هلأ حاليا فيه انه يرفع على حد الادنى للأجور للـ 15 دولار هيدا مرق من اللي جان في مجلس النواب وحتى مرق اليوم من اللي جان في مجلس النواب بس هناك اعتراض كبير على القليلة من اثنين سنتر ديمقراطيين ضده سنتر شان من وست فرجينيا معترض على هيدا الموضوع وسنتر كريستين سينما من اريزونا معترضي على هيدا الموضوع فبكرة اخوانا مجلس الشيوخ بيحدد شو النص النهائي للحزم التحفيزية الرح يجي يتصوت عليه بمجلس الشيوخ وعلى الارجح غدا هو الفرصة الوحيدة للديمقراطيين لحتى يشيلوا هيدا رفع الحدد لأدنى للأجور للخمسة عشر دولار بي ويحفظوا ماء الوجه فغدا رح نرقبوا لهيدا نهار لانه اذا انشيلت هيدا قصة الخمسة عشر دولار من الحزم التحفيزيه معناتها انه القانون سوف يعبر من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدون مشاكل بدون مشاكل لانه نهار يعني مجلس النواب عنده الخمس اصوات فرق ديمقراطيين يعني عنده المجال واحد او اتنين يصوته ضد بس من مجلس الشيوخ ما عنده المجال له حتى واحد يصوت ضد لانه اذا واحد ديمقراطي بس بيصوت ضد بمجلس الشيوخ بيصوت المقترح فبدون الخمسين سانتر الديمقراطي يصوته مع وبدأ تجي نائب الرئيس كمالة هرس كمان تصوت مع فهذه يعني هذه حاليا بدأ بدأت الحزمة على المياه الساخنة جدا 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 معنا ثلاث أسابيع لا أكتر ولا أقل بهوضي لثلاث أسابيع وخصوصا هوضي الأسبوعين يعني المفروض نحن هيدا الأسبوع نخلص من مجلس النواب من هون لنهار الجمعة يصوتوا يخلص مجلس النواب مفروض الأسبوع المقبل نخلص من مجلس الشيوخ وبس نخلص من مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مفروض الرئيس بأول أسبوع بشهر مارس يكون مصينه وخالص منه فهيدي هي معلوماتنا كانت لليوم تحدثنا عن أكثر من موضوع أكيد بدي أذكركم قبل ما أرجع أذكر المواضيع ما تنسوا تحضروا اليوم حلقة كتير مهمة اليوم على الساعة 9 بالليل بتوقيت ميشيغان مع المحاسب القانوني حسن شعيته أنا وياه عندنا حلقة اليوم لحتى نجاوبكم عن أسئلة البطالة عن أسئلة الحزمة التحفيزية والاستيميلس عن Child Tax Credit عن Tax Return وكل الأسئلة اللي عنكم ياها عن الضرائب حضروها اليوم للأستاذ حسن لحتى نجاوبكم عن هذه الأسئلة اليوم تكلمنا اليوم عن أكثر من الموضوع ونتمنى أن تعملوا شير لهذا الفيديو لحتى المعلومات اللي ذكرناها توصل للعالم ويستفيدوا مننا وأكيد حتى نحن وياهكم نكسب أجر أنا بعتبرها هذه أجر صراحة فنحن وياهكم نكسب أجر ونخلي العالم تستفيد من هذه المعلومات بدي أتشكر من قلبي كل واحد عبي يحضرنا هلأ شكرا للكون شير هيدا الفيديو لايك فولو على فيسبوك انستجرام توتر تيك توك فعلوا جرس التنبيه على كل هذه القنوات سبسكرايب على يوتيوب نضموا لألنا على واتس أب إلى أن ألقاكم في حلقات مقبلي كان معكم حسين هاشم من قناة شو الأخبار لكم كل الحب والتحية والمحبة شكرا لكم من صميم قلبي صراحة على هذه الدعم إلى اللقاء وبشوفكم بعد شوي اشتركوا في القناة